تثبيت مركز التحكم جديد التابع لوجهة شاومي الجديدة HyperOS على تليفونك الشاومي وريدمي والبوكو بدون ما تنزل ولا برنامج خارجي على تليفونك الشاومي من كام يوم فاتوا كده أعلنت شركة شاومي عن وجهة جديدة وهي وجهة HyperOS وهتستبدلها بالوجهة الحالية وهتكون وجهة موحدة لجميع تليفونات شاومي وطبعا ظهر بعض التسريبات لمجموعة من البرامج في الوجهة الجديدة ومن ضمن البرامج دي البرنامج اللي هو التحديث ليه مركز التحكم اللي هنغير شكله من الشكل اللي انت شايف قدامك ده سواء كان عندك الشكل باللون الرمادي زي ما هو موجود عندي كده أو عندك مركز التحكم باللون الشفاف فطبعا مركز التحكم هيظهر لك بالشكل الجديد ولكن حسب جهازك لو كان باللون الرمادي هيظهر ليك باللون الرمادي لو كان باللون الشفاف هيظهر ليك باللون الشفاف كل اللي انت هتعمله عشان تثبت مركز التحكم الجديد ده هتحدث كده برنامج موجود على تليفونك اسمه مكون اضافي للمستخدم البرنامج ده مجرد ما تنزل التحديث الجديد ليه اللي هو تابع لواجد هايبر او اس هيزهر معاك مركز التحكم الجديد هنعمل الكلام ده كله في الفيديو بتاعنا خطوة بخطوة عشان توصل ليه مركز التحكم الجديد ليه شركة شاومي وطبعا عايزة نبه على حاجة كده لو عندك اندرويد تلاتاشر مركز التحكم ده يشتغل معاك بدون اي مشاكل انما لو عندك اندرويد اتناشر ما انصحكش انك تجرب ولكن لو من باب التجربة انه ممكن اشتغل معاك جرب وممكن اشتغل معاك وممكن لا ولو لاحظت اي لاج هعرفك ازاي ترجع ليه الاصدار القديم من مركز التحكم اللي موجود على تليفونك قبل ما نبدأ فيه الشرح اتمنى طبعا لو انت بتشوف الفيديو ده الاول مرة على اليوتيوب يشرفني جدا انك تدوس على زرار الاشتراك وبعد كده تدوس على زرار تم الاشتراك وتفعل زرار الجرس الكل عشان خاطر يوصل لك اي فيديو جديد بنزله على القناة كزلك برضو لو عندك تليجرام اتمنى انك تدخل تدوس كده على الرابط ده وتنضم القناتنا على التليجرام بنزل عليها تحديثات لتلفونات شاومي اول باول والفيديوهات اللي بتنزل على قناتنا على اليوتيوب بتنزل على قناتنا على التليجرام برضو اول باول خلينا مع بعضينا كده نروح ونشوف ازاي نسبت مركز التحكم الجديد طبعا تتابع لواجهة هيبر او اس على اجهزتنا طبعا هتلاقي البرنامج زي ما انت شايف كده والبرنامج هيكون موجود في وصف الفيديو وقبل البرنامج كده هيكون فيه فيديو عشان تتخطى اختصار الرابط اللي موجود في وصف الفيديو بدون اي مشاكل عشان توصل لي الشكل اللي انت شايفه ده على قناتنا على التليجرام طبعا دي رسالة المحفوزة وبعد ما خلص الفيديو هرفع لكم الملف ده كده على قناتنا على التليجرام وهيكون بالشكل ده مجرد ما تحمل ملف ده كده وتدوس عليه دوسها واحدة هيقول لك هل تريد تحديس هذا التطبيق طبعا زي ما قلت لك ده تحديس للتطبيق مش هننزل اي برنامج خارجي مجرد كده ما تدوس على تحديس في غصوم كده كام ثانية معدودة بيقول لك جاري التثبيت وبعد كده هيقول لك تم التثبيت بدون اي مشاكل زي ما انت شايف بالشكل ده طبعا لازم يعمل هنا فحص الفيروسات والتطبيقات المزيفة ومخاطر اخرى وبعد كده هيقول لك فتح طبعا هم شايفت على جهازك ولكن المكون الاضافي ده زي ما انت شايف لو جيت كده دست فتح هيحولك على التليجرام زي ما انت شايف ولو جيت نزلت مركز التحكم هتلاقيه بالشكل اللي انت شايف قدامك ده الشكل الجديد طبعا لو عندك باللون الرمادي مركز التحكم هيظهر بالشكل ده زي ما هو ظاهر عندي لو عندك باللون الشفاف هيظهر لك باللون الشفاف ويحظك لو ظهر لك باللون الشفاف زيه دلوقتي كان فيه ايكونة هنا التعديل اللي راحت فيه المكتوب دلوقتي عليها هي مجرد ما تدخل على هتلاقي الحاجات اللي الموجودة عندك تقدر انك تضيف مسلا الايكونة بتاعة النوافذ المنبسقة او تشيلها تاني وبعد كده تدوس مسلا على علامة الصحة وهتلاقي هنا النوافذ المنبسقة اضافت معاك زي ما انت شايف بالشكل ده وطبعا هنا عمل لك شكل ليه الملف الصوتي وطبعا هنا الاضاءة والصوت وكزلك البيانات والواي فاي والاشكال اللي انت شايفها بالشكل ده وكزلك لو جيت كده تسحب لليمين او الشمال حسب لغة الجهاز بتاعك هتلاقي حولك لمركز الاشعارات زي ما انت شايف بالشكل ده طيب دلوقتي انت اندرويد اتناشر او حتى اندرويد تلاتاشر وحصل معاك مشاكل بعد ما جيت ثبت المكون الاضافي لنزام واجهة المستخدم هتعمل ايه هتروح كده البرة خالص وبعد كده تروح على الاعدادات وبعد ما تروح على الاعدادات هتنزل لتحت على التطبيقات وبعد كده ادارة التطبيقات وتكتب كده في شريط البحث بس قبل ما تكتب في شريط البحث تدوس على التلات نقط عرض خدمات النظام هتدوس عليها عشان يزهر لك كل التطبيقات اللي موجودة على تلفونك الشاومي البوكو تمام بعد كده هتروح على البحث على التطبيقات وتكتب كده كلمة مكون طبعا زهر لك اهو مكون اضافي لنزام واجهة المستخدم بكل بساطة هتروح وتدوس على الغاء تثبيت التحديثات وبعد كده حسنا بعد ثواني معدودة هتلاقي مركز التحكم رجع ليه الاصدار اللي انت كنت عليه قبل ما تثبت التحديث الجديد لمكون الاضافي لنزام واجهة المستخدم مجرد ما تنزل مركز التحكم هتلاقيه رجع بالشكل القديم بدون اي مشاكل دي كده تجربة حبيت ان انا شاركها معكم اتمنى طبعا لو مركز التحكم ده نزل على التلفونات بتاعتكم تكتبو لي فيه التعليقات كذلك برضو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان خاطر يوصل لكم اي فيديو جديد بنزل على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته